هو ايه اللي بيحصل في الامارات لتاني مرة تحذير قوي بسبب حالة التقسي من الحكومة الاماراتية للمواطنين بيقولولهم ما يخرجوش من البيت الا في حالة الضرورة القصوى من يوم الجمعة لحد يوم الحد وبيقولولهم كمان ان هما يبعدوا عن اماكن المخافضة وعن الاودية وعن اماكن تجمعات المايل وانهم ياخدوا الاجراءات الوقائية من تساقط الجليد عشان ما يحصلش تلافيات زي اللي حصلت المرة اللي فاتت وكل اللي بيحصل ده بسبب مخافض جوي زي ما حصل المرة اللي فاتت بالزبط مصاحب ليه صحب وامطار المخافض الجوي ده هيعدي على جنوب قطر بعدها على الامارات وبعدها على العمان والسؤال هنا هل الامارات هتستغل الصحب اللي جاية مع المخافض دي وتعمل لها كلاود سيدنج او استمطار؟ الاول بس خليني اقولك مصطلح كلاود سيدنج او الاستمطار يعني ايه؟ الكلاود سيدنج هي طريقة لتغيير الطقس عن طريق انه بيتم حقن الصحب بمواد معينة عشان خطر تمطر المواد دي مثلا زي وديد الفضة كولوريد السوديوم كولوريد البوتاسيوم المواد دي بتكسف حواليها المية اللي موجودة في الصحاب وتعمل لي امطار سواء في حالة سائلة او في حالة صلبة اللي هو الجليد الاستمطار ده مهم جدا لمكافحة التغيرات المناخية هتقول لي ليه؟ هقولك ان في اماكن هجربها الجفاف وهتبقى قرد وحاجة صعبة جدا ممكن تتحول لصحرة لكن لو تعملها استمطار هتحافظ عليها من الجفاف اول تجربة للكلاود سيدنج دي كالسنة 1946 اتعاملت في معمل جينرال إلكترك ريسيرش نجح لعلماء ان هم يسقطوا التلجي على جبل جيري لوك عايز اقولك ان فيه اكتر من 50 مشروع للكلاود سيدنج من سنة 2000 لحد النهاردة حاليا الولايات المتحدة والامارات هم اكبر دولتين عندهم برامج بحسية في الكلاود سيدنج هتقولي سواني بس انتي قلتي الاستمطار بيتم عن طريق يوديد الفضة ومش يوديد الفضة ده خطر عالصحة وعلى البيئة هقولك صح الاماكن اللي بيتم عمل استمطار كزا مرة فيها بيوديد الفضة بيتها راكم ويسبب مشاكل صحية ومشاكل عسر والسماكية ومشاكل في البيئة عامة بس الامارات ما بتستخدمش يوديد الفضة الامارات بتستخدم مجموعة من الاملاح الاملاح دي غير مضرة نهائي بتعمل بها استمطار عن طريق طيارات فيها محملة بالاملاح دي وبتطلع تطلقها على السحابة هتقول لي سواني بس هما بيروشوا مالح كده على اي سحابة هقولك لأ طبعا الامارات بتقدر تحدد المكان والزمان والسحابة المستهدفة اللي هيتم عمل عليها استمطار طب هل بقى عملية الاستمطار الغير مدروس احنا ما نتكلمش بقى دي باسي على الامارات احنا نتكلم عن الدول اللي بتعمل استمطار وغير مدروس هل ده ممكن يسبب مشاكل اول حاجة استخدامه دي لفضل بيسبب مشاكل صحيح تاني حاجة بيحصل مشاكل سياسي بين الدول لان الدول بتسرع السحابة ببعض تارت حاجة الاستمطار الغير مدروس ممكن يسبب فيضانات وكوارث للبلد والبلاد اللي جنبها